السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على اهم الادوار في نمزاجة معلومة البناء او اهم الوظائف اللي موجودة. بتختلف من شركة لشركة. ممكن شركة صغيرة فباش محتاجة ان ها تخش في الكلام الكتير اللي احنا نقوله. ممكن يكون في شركة اكبر من كده بتضيء اضيف وظائف اخرى. بس احنا نتكلم في حيات الاسية ممكن تلاقي مساميات اخرى في اكوات تانية. بس ده الحيات الاسية في الكود البريطاني. اول حاجة عندي مدير معلومات المشروع اللي هو ده بيعمل ادارة لعمليات واجراءات المشروع لتبادل المعلومات. بيهتم بتنفيذ خطة معلومات المشروع او خطة معلومات الاصول بيساعد في اعداد مخرجات المشروع. بيهتم بتنفيذ بروتكات البيم. بما في ذلك تحديس الجدول لنمزاجي الانتاج والتسليم. في واحد تاني اللي هو بيبقى موثل الملك. ده بيحدد نقاط القرارات الرئاسية. تحديد الصيغة الاسئلة. تنفيذ بروتكات المعلومات. قبول نموذج المعلومات. وعندنا ده المصمم الرئيسي ده بيهتم بتطوير خطة تنفيذ البيم وتعيين فريق العمل وتقييمه. وتحديد مستوى التفاصيل اللي هو دي في كل مرحلة. وتحديد حجم الاستراتيجية. توفيد نموذج معلومات المشروع. طبعا الحاجات دي ما بيشو يبقى الواحد ولا بيبدأ اتشاور مع بيت الناس. بس هو بيبقى مسؤول عنها بصورة مباشرة. وعند مدير تسليم المشروع اللي هو ده بيهتم بخط تسليم المعلومات الرئيسية اللي هي واسط صلب بانفرير المشروع. بيؤكد تسليم نموذج المعلومات او عدم تسليمه. بيضمن فريق العمل لديك قدرة على تقديم المطلوب منه. تحديد وتخفيف المخاطر ضد التسليم. عندنا مدير معلومات المشروع. يرفع تقرير للمدير تسليم المشروع. بيهتم بمعايير المشاريع والاساليب والاجراءات. ضمان الامتسال للمزج المعلومات. ضمان فريق العمل لديك قدرة على تقديم تحديد وتخفيف المخاطر ضد التسليم. ما هيكا عند مدير فريق المشروع اللي هو تسك تيم منجر. بيرفع تقرير المسمم الرئيسي بيضمن التسليم طبقا لخط التسليم معلومات المهمة. آآ اللي هي تسك انفوروميشن ديليفوري بلان. الموافع للمزج او نمازج معلومات فريق اللي عمل تيم انفوروميشن موديلز. في برضا عندي مدير معلومات المهمة اللي هي تسك انفوروميشن منجر. آآ يرفع تقرير لدارة المعلومات المشروع ومدير المصنم الرئيسي نقطة صال لدارة المعلومات. يضمن انتسال المعايير والاساليب والاجراءات. وبهتم بالتعليم والتدريب. وبعد كبه عندي مدخل بيانات اللي هو الانفوروميشن اسورس. بيهتم بانتاج وسائلة المعلومة والنمازج المحتوى وتنسيق المعلومات واكتشفى المشاكل لضمان التسليم. ولو في مشكلة بيبعثها للمدير بتاعه. وعند مدير التنسيق اللي هو انترفيس مانجر. ده حل مشاكل التنسيق المكاني. آآ مع المدر مع الناس الاخرين. وتسعيد مشاكل التنسيق اللي تم حلها الى المصمم الرئيسي. تمام دي اهم حاجات بتختلف من مشروع لمشروع زي ما احنا قلنا. وان شاء الله المرة جاي نتكلم بالتركيز على او احد الادوار الرئيسية في لمزاجة معلومات البناء.